بسم الله الرحمن الرحيم وأبرز الخلاصات المقدمة حيث بلغت الإجراءات التنفيذية المرسومة ضمن البرنامج 879 إجراءاً بنسبة إنجاز تصل إلى 62% بالقياس إلى عمر الحكومة كما وثقت تقرير تنفيذ 3344 نشاطاً ومهمة منجزة خارج إطار البرنامج الحكومي بما يعكس المستحدفات الخمسة وأحداث الوزارات منذ تشكيل الحكومة ولغاية اليوم إلى جانب 853 إجراءاً تنفيذياً بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم وهو ما يمثل 60% كنسبة إنجاز محسوبة على عمر الحكومة وقد أقر المجلس التوصيات الواردة في تقرير فريق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وبحسب الآتي أولاً تكليف السادة الذوات الوزراء ورؤساء فرق اللجان الفرعية للوزارات بتقديم خطة عمل فورية لمعالجة التوقفات للمشروعات التي تقل نسبة الإنجاز فيها عن 50% وعرضها على مجلس الوزراء ثانياً تأليف لجنة لتعديل وإعادة صياغة خطط البرنامج الحكومي لوزارة الخارجية وبما يتلاءم مع رؤى السيد رئيس مجلس الوزراء ثالثاً إيجاد خطة تنفيذية معززة بالبرنامج والمشروعات وبالمستحدفات الفصلية فيما يتعلق باستراتيجية التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ الستراتيجية مساوات بمشروعات البرنامج الحكومي رابعاً إقرار البرنامج الحكومي الخاص بالمحافظات من خلال اجتماع الهيئة التنسيقية بين المحافظات والاستمرار في إجراء التحسينات المطلوبة لتطوير آلية جمع البيانات والتحليل والعرض والمتابعة للوصول إلى نتائج أفضل خامساً استكمال الجهات والهيئات المتبقية والمهمة مثل أمانة بغداد هيئة الاستثمار الوطنية والجهات الباقية البالغ عددها 30 جهة وإضافة إجراءات تنفيذية وإقرارها من السيد رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء لتلبية الطموح بما تمثله من برنامج خاص بتسعة وثلاثين حيئة وجهة غير مرتبطة بوزارة سادساً استكمال واستمرار تزويد وزارة التخطيط وفريق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بالبيانات اللازمة لمشروعات وخطط البرنامج الحكومي بحسب كل وزارة وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 24505 لسنة 2024 سابعاً إقرار التقرير نصف السنوي الثالث لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج الحكومي وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم اثنياً لسنة 2019 المعدل ثامناً تفعيل المتابعة الميدانية لتفاصيل وفقرات ومشاريع البرنامج الحكومي وعلى جميع المستويات في مجال حماية المنتج الوطني وافق مجلس الوزراء على ما يلي أولاً فرض التدابير الوقائية النهائية على منتج سماد اليوريا المستورد بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الصناعة والمعادن بتأريخ أربع آب 2024 ثانياً اعتماد السعر الاستيرادي لسماد الداب ليكون 800 ألف دينار ولسماد اليوريا 550 ألف دينار للطن الواحد ثالثاً فرض رسم قمرقي أضافي بنسبة 35% من وحدة قياس قيمة سماد اليوريا المستورد ومن جميع المناشئ وتكون مدة التطبيق أربع سنوات اعتباراً من تأريخ تطبيق التدابير العاجلة على أن تقوم الجهل مختصة بمراجعة القرار ومراقبة السوق المحلية خلال فترة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية للتحقق من تأثيرها على المنتجين المحليين إقرار توصيتي المجلس الوزاري للاقتصاد 24 ألف ستة وأربعين وأربع وعشرين ألف مية وستين بشأن تنظيم إجراءات الفرص الاستثمارية بحسب الآتي أولاً تعديل الفقر واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم ميتين وخمسة وأربعين لسنة ألفين وتسعة عشر المعدل بالقرار 23 ألف وثلاثمية وأربع وسبعين لسنة ألفين وتلاثة وعشرين فيما يتعلق بمنح صلاحية الوزير لتتوافق مع الآتي أليف تخويل السادة الوزراء الصلاحيات غير الحصرية لمديري الدوائر المسؤولة عن إدارة ملف الاستثمار في الوزارة با تأليف مديري الدوائر المسؤولة عن إدارة ملف الاستثمار في الوزارة فريق عمل يتولى عملية إنجاز المتطلبات مع الدوائر المعنية في الوزارة على أن يكون ممثل الوزارة المندوب في النافذة الواحدة من ضمن فريق العمل ومنح هذا المندوب صلاحية تتناسب مع حجم المهمة ما يؤدي لتسهيل عمله كعضو ارتباط مع الهيئة ثانياً إحالة مقترح مشروع تعديل المادة عشرة إلى ثانياً باء من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل لتصبح إبرامو أقد واحد مع الجهة المانحة للإجازة الاستثمارية متضمناً بند الالتزامات الفنية الالتزامات المطلوبة من الجهة القطاعية وبند الالتزامات مع الجهة المالكة للأرض وزارة المالية على أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها عما تضمنه من فقرات في العقد إلى اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الوزاري الصادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار بموجب كتابها المؤرق في 23 تشرين الثاني 2023 لدراسته ضمن مقترحات تعديل القانون المذكور آنفاً وتنسيق الهيئة الوطنية للاستثمار مع الجهات القطاعية والجهات الممثلة في النافذة الواحدة بأخذ ما يلزم لاعتماد آلية عمل موحد لإبرام العقود مسترشدة بآلية العمل المقرّة بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقّم 23 ألف وميتين وثلاثة وأربعين في واحد تشرين الأول ألفين وثلاثة وعشرين ثالثاً إلزام الجهات المالكة للعقاراتي المخصصة للمشروعات الاستثمارية كافة بتنفيذ نص المادة ثلاثة ثانياً من نظام بيع وإيجار عقارات وأراض الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطح عليها رقم ستة لسنة ألفين واسبع عشر قرار وضمن جهود الحكومة في إعمار مناطق الأيزديين التي تعرضت إلى الدمار بسبب الإرهاب تمت الموافقة على ما يأتي أولاً استحداث جامعة سنجار في محافظة نينوة وتثبت المبالغ في جداول موازنة عام ألفين وخمسة وعشرين ثانياً إطفاء وشطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة واحد على واحد ميمة ثلاثة وعشرين تل القصب قرية كوجو في محافظة نينوة قضاء سنجار بمساحة خمسة وستين دونم البالغ قيمتها الكلية ميتين وستين مليون دينار استناداً إلى أحكام المادة ستة وأربعين من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم ستة لسنة ألفين وتسعة عشر المعدل المعدل أقر مجلس الوزرائي تكليف مطبعة الشركة العامة للمنتجات الغذائية بطباعة كتب القراءة للصف الأول التجريبي لمحافظة المثنى بعدد عنوانين اثنين وكتب الدراسة التركومانية بعدد واحد وتسعين عنواناً وفقاً لطاقتها الإنتاجية وذلك لأغراض سرعة الطباعة وإيصال الكتب للطلبة الموافقة على توقيع ملحق عقد الدعم الفني لمشروع FCC مع شركة جي جي سي اليابانية وتمويله من احتياط التوسعات الخاصة بالشركة المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24 ألف وميتين بشأن متابعة مشروع النبراس للكيميائيات والمتضمنة الموافقة على الدراسة النهائية المقدمة من الشركة الاستشارية جنسيس بحسب ما جاء بالمحضر المشترك الموقع من أعضاء لجنة الأمر الوزاري الصادر عن وزارة الصناعة والمعادن بتأريخ ثماني آب الفين وثلاثة وعشرين وإطلاق الدفع الأخيرة للاستشاري في ضوء موافقة وزارتي النفط والصناعة والمعادن على الدراسة وتحملهما دقة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعاقد مع الاستشاري في ضوء قرار مجلس الوزراء المرقم 474 لسنة 2021 الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة وإحالتها إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور الموافقة على تخصيص نسبة 10% من مشروع البصرة 2 إلى الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد استثناءً من النظام رقم 6 لسنة 2017 المعدل مع تعديل الفقر ثانياً من قرار مجلس الوزراء المرقم 213 لسنة 2021 لتكون المساحة الممنوحة لشركة دايكو البصرة 2 1415 دونماً بدلاً من 1800 دونماً وبموجب الإحداثيات والخارطة المثبتة في محضر لجنة الطريق الحلق الرابع لمدينة بغداد شريطة أن تثبت الحدود وتعديل الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري للإجازة المذكورة مباشرة خلال 30 يوم عمل من تأريخ هذا القرار وضمن الجهود الحكومية الرامية إلى استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة وافق مجلس الوزراء على ما يأتي أولاً ترويج أمر الغيار المطلوب وزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء مستشفى مئة سرير في ناحية سفوان ثانياً زيادة الكلفة الكلية لمشروع إكمال الأعمال المتبقية لمشروع شبكات العزيزية محافظة واسط ثالثاً زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجار العزيزية محافظة واسط رابعاً تعديل كلفة مكون تطوير مدخل بغداد بعقوبة أحد مكونات مشروع تأهيل وتطوير مداخل العاصمة ضمن حدود أمانة بغداد خامساً استحداث أربع مكونات هي تعارضات الاتصالات لمدخل بغداد بعقوبة وتعارضات الماء لمدخل بغداد بعقوبة وتعارضات الكهرباء لمدخل بغداد بعقوبة وتعارضات المجاري لمدخل بغداد بعقوبة سادساً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون إنشاء عمادة كلية الطب البيطري أحد مكونات مشروع أبنية كلية الطب البيطري سابعاً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون استكمال إنشاء قاعات ومختبرات كلية الطب البيطري أحد مكونات مشروع أبنية كلية الطب البيطري ثامناً زيادة الكلفة الكلية لمشروع أبنية كلية الطب البيطري تاسعاً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون استكمال قاعات كلية علوم الحاسبات والرياضيات أحد مكونات مشروع إكمال مباني علوم الحاسبات شكراً 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 شكراً